هاتك داخل بقى مراجي دي برد مفيش مجاملة بقى المين بتقولها المين طب يا أسحن لا هي برضو هي شعبي شوية يعني دي كلمات أحمد عبدالعزيز و ألحان أحمد أسامة وتوزيع محمد حنفي برضو أسماء جديدة في منتهى الجمال هل معنى هاتك عايز اشتغل مع شباب عايز تعمل حاجات جديدة؟ طبعا أنا لازم أعمل قدت لنفسي يعني يعني مع احتفاظي بشكلي واحتفاظي بإني بقول كلام يوصل للناس بس أنا حابب إن أنا ألعب مع الشباب اللي عنده أفكار يعني عايز أقول لك ناس في منتهى الجمال ناس كتير جدا فنانين كتير قوي محتاجين إن هم يغنوا أي يشتغلوا مع فنان يقدر يوصلهم يقدر يوصل صوتهم للناس لمصر فيها ناس كتير قوي ناشرين بصراحة من الفترة اللي فاتت دي ناس بتبعتلي شغل كتير جدا في منتهى الجمال هل ممكن تعمل دي ومع حد من الشباب الجوتاتي أساس حني في يوم الأيام؟ والله ما فيش عندي مشكلة خالص بس أنا فترة رجوعي بقى بعد فترة التوقف مش عارفة لي كنت متوقفة والله بعرفش أنا لما مسأل نفسي ما بعرفش يعني أنا كنت أخر حاجة عملتها أصعب طريق وبعدين عدت فترة بتاع أمكان عشر سنين بقيت تماما عن المزيكة وبقيت تماما عن كل حاجة فلما بقى حسيت أن الناس بتقابلني فين؟ وحشنا يا أساس حلمي كل محد يشوفك يومك كده لا ويومي بالأغناء فين ذكريات؟ الله فين مش عارفة؟ فين موارت أيامي؟ يعني اداني عملي سابورتة قوي إن أنا طب أنا أنا ليه؟ ليه أنا عملت كده؟ حاجة بقى حياتك بعد وعدت توزيع أغنيتين أعتقد الفترة اللي فاتت ليه؟ أغنية وداع طبعا دي اللي غنتها الفيلم بتاعنا طبعا دي اللي أنا غنتها في الفيلم أه فلقيت كنت مرة عامل حفلة في سائد الصوي وقلتها مع الفرقة فلاس كتير جدا لازم تنزلها ولازم تعمل لها مش عاب إيه وإيه وإيه فقمتم يعني عملت لها توزيع جديد ونزلتها والحمد لله لقيت قبول كوي